وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة السودانية الأستاذ المشارك بجامعة المغتنبين في الخرطو محمد الناير سيد محمد ما التفاصيل الخاصة بهذه الوديعة الدولارية التي تحدث عنها التقرير وما مدى قدراتها على حل أزمة العملة بالبلاد أنا أفتكر وزير المالية طرح برنامج ما يعرف بدولار الكرامة باعتبار مبلغ زهيد يمكن أن يدفع كل أفراد الشعب السوداني أو تحديد العاملين بالخارج متاح الدفع مبلغ زهيد اللي هو دولار أو بالداخل طبعا من الصعب جدا دفع بالعملة الأجنبية يمكن أن يكون المعادل أو المقابل ولكن هذا الأمر لم يقتصر فقط على دولار الكرامة باعتبار أن هناك طرح آخر يتيح للعاملين بالخارج أن يطرحوا وديعة بدون أرباح لفترة محددة ممكن أن يدفع أي شخص مثلا 200 دولار أو 500 دولار تودع لمدة عام على سبيل المثال والسرات بعد عام دون وجود أرباح وربما في المرحلة القادمة يكون هناك طرح لسقوق دولارية تحقق أرباح مجزية المخترمين في الخارج كل هذه العوامل من أجل استقطاب الدعم الشعبي والجهد الشعبي الذي يمكن أن يسهم في تحقيق استرار الإخصار السوداني في المرحلة القادمة وأن لا يكون السودان محتاج إلى المعونات والهبات والقروض وغيرها من الأشياء هذا لا يمنع أن يتلقى السودان هبات وقروض ومنح وقرض لدعم المدفوعات أو ودايع لدى بنك السودان المركزي لكن أن تكون دون شروط أو دون إملاءات نعم في المقابل كيف تقيم الإجراءات الحكومية لحماية الأسواق من خطر السوق الموازية ومزيد من الاتفاع لسير العملة مؤكر السوق الموازي يشكل خطر كبير جدا على الاقتصار السوداني ويهدد الاستغرار الاقتصادي وظل منذ نفس الجنوب السودان وضعف الاحتراط من النقد الأجنبي بالبلاد يشكل تهديد رئيسي الاستغرار الاقتصادي وظهرت الظواهر سالبة في الاقتصاد أصبح لم يعد كما كان في السابق سعر للسوق الرسمي في نسبة للدولار أو قيمة الجينية أو دولار وكذلك السعر في السوق الموازي أصبح ثلاثة أسعار السعر في السوق الرسمي في البنوك حوالي 45 جنيه مقابل الدولار وسعر بالسوق الموازي بالشيك وسعر بالكاش وهذا نتج عن شح السيولة النقدية التي أصابت الاقتصاد السوداني لما يقارب العام ولكن بلدت هذه الظاهرة تتلاشى خلال الأيام الأخيرة وبدأت الفجوة بين سعري السوق الموازي سواء كان بالكاش أو الشيك تضيق إلى أدنى حد ممكن وبالتالي يمكن مع الاصلاحات الاقتصادية القادمة أو جذب مزيدا من الترفوات من النقد الأجنبي سواء كانت تحولات المختاربين عبر رسمية أو تفعيل قضية عائدات الزهب أو الاحتفاظ بقدر من الزهب يمكن تحقيق استغرار التضييق الفجوة بين السعر في السوق الرسمي والسعر في السوق الموازي هذا التحدي الكبير لزواجها حكومة الفترة الانتقالية لا بد من العمل في هذا الاتجاه ولا بد من تفعيل إجراءات الأمنية لمنع الذين يتاجرون بالدولار أو العملات في السوق غير الرسمي ولكن هذا الإجراء وحده لا يكفي لا بد بالسياسات تشجيعية لجذب مزيدا من الترفوات النقد الأجنبي ولكن في ظل زيادة مصارف الدولار عن موارده ربما تبقى الأزمة مستمرة يعني ما الواجب فعله لتضييق هذه الفجوة بين الواردات والصادرات أو بين إرادات الدولار وبين مصروفاته مؤكد كما ذكرت أن واردات السلان في العام حوالي أكثر من 8 مليار دولار مقابل الصادرات حوالي 4 مليار دولار وهناك عجز في الميزان التجاري ما بين 4 إلى 4.5 مليار دولار سنويا تغطية هذا العجز يعتبر هو التحدي الأساسي في المرحلة القادمة يمكن عبر عدة مصادر الاسمار الأجنبي المباشر يمكن يكون أحد المصادر ولكن في ظل عدم الاسترائيل الاقتصادي لن يكون مشجعا سيكون مشجعا بعد تحقيق الاسترائيل الاقتصادي أيضا إذا كان تم حصول على قروض أو منح أو ودي على دبنك السنان أو قرض من الدول الصديقة والشغيرة يمكن أن يعالج هذه القضية في المدى القصير يمكن استفارة من الزهب السنانية حوالي 100 طن ولكن ما يصدر 20% فقط و80% إما تهريب أو تغزين إذا تم السيطرة على الزهب وإنشاء برصة للزهب يمكن الحصول على عائدات لا تقل عن 5 إلى 5 مليار دولار سنويا تأتي الخزية العامة ممكن بعد الجلوس مع المقتربين ومنحهم حواب استشجيعية مثل إعفاق جمهوركية لإدخال سيارة أو توفير وحدة السكنية في السكن الرأسي بأقصاط مريحة بالدولار تدفع بالدولار أو بالريال كل هذه العوامل يمكن أن تعالج قضية استغرار سعر الصرف في المدى القصير أما المدى المتوسط والبعيد لن يستقر الإقصال السوداني إلا بالإنتاج والإنتاجية وإضافة قيمة مضافة لمنتجاتنا السودانية بالكامل بتصنيع وتصدير مصنعة إلى الخارج من العاصمة السودانية شكرا جزيلا لك سيد محمد الناير الأستاذ المشارك بجامعة المقتربين بالخرطوم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر